اهلا بكم في النشرة الاقتصادية اعتمدت شركة الماسا كابيتل الشركة الاستشارية المتخصصة في إدارة الاستثمارات الضخمة على تقرير منظمة التجارة العالمية لإجراء دراسة مستفيدة عن التوظيف الأمثل لإمكانات قطاع التمويل التجاري على الصعيدين الإقليم الاقتصادي في العالم بشكل عام وفي منطقات الشرق الأوسط وإفريقيا بشكل خاص وقد أظهرت الدراسة بالاستناد إلى ما ورد في مجلة جلوبال فايننس تصنيفا مميزا للبنك العربي كأحد أعمدة التمويل التجاري في العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل خاص حيث صنف البنك العربي وفقا للمجلة كأحد أهم المصارف العالمية التي تمنح التمويل التجاري لعام 2012 ارتفع الاحتياط الأجنبي في البنك المركزي الأردني خلال أكتوبر الماضي إلى 7 مليارات دولار بزيادة نسبتها 2.3% مقارنة بالشهر الذي سبقه وسجل الاحتياط الأجنبي ارتفاعا مقداره 160 مليون دولار خلال أكتوبر مقارنة مع شهر سبتمبر الذي سبقه غير أن مقارنة الاحتياط الأجنبي مع نهاية العام الماضي تظهر أن المؤشر تراجع بنسبة بلغت 33% خلال الأشهر العشر الأولى من العام الحالي إذ كان يبلغ الاحتياطي 10 مليارات و 500 مليون دولار في نهاية العام الماضي وتجدر الإشارة هنا إلى أن وطيرة التراجع تقلصت خلال الأشهر العشر الأولى من العام الحالي إذ كان الاحتياطي شهد تراجعا وصلت نسبته إلى 37% مع نهاية شهر يوليو إذ تشكل هذه النسبة أكبر انخفاض خلال العام الجاري وقعت اليوم في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اتفاقية تمويل مع الحكومة الفرنسية بقيمة 22 مليون و 800 ألف يورو من خلال قرد ميسر وذلك بهدف دعم مشروع إعادة تأهل شبكة توصيل مياه الشرب وتحسين كفاءة طاقة محطات الضخ في محافظات الشمال وأكد وزير التخطيط وتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان أهمية هذه المشاريع في توفير مصادر مائية تلبي حاجة شريحة كبيرة من المواطنين وستقوم الحكومة الأردنية بتزديد هذا القرد الذي سيمول شركة مياه اليرموك على مدار 15 عاما من ضمنها فترة ستة أعوام بفائدة سنوية ثابتة بمقدار نصف عشر بالمئة على إجمال قيمة القرد أكد تجار ومستوردون لأخبار رؤية بأن هناك رفع أسعار حزمة من السلع الغذائية غير الأساسية وذلك بسبب غلائها في بلد المنشأ مثل اللوز الأمريكي والفصولة البيضاء التي تستورد من الولايات المتحدة الأمريكية التي تشهد موجة جفاف قوية هي الأسوأ منذ العام 1956 الأمر الذي أثر بصورة كبيرة على محصولي الذرة وفول الصوية في الدولة التي تعتبر أحد أكبر مصدري الحبوب في العالم أما سلع الغذائية الأساسية في السوق المحلية فقد أكد التجار بأن أسعارها انخفضت بشكل طفيف هذا الشهر مقارنة بالشهر الماضي ترجمة نانسي قنقر انعكست الأزمة في سوريا على علاقة التبادل التجاري الأردنية السورية التي كانت تصنف من أقوى التجارات في الوطن العربي المزيد من التفاصيل في التقرير التالي تجارة الأردنية السورية كانت هي الأقوى من حيث الاستيراد والتصدير فلم يكن هناك أي صنف أو مادة غذائية تقريبا إلا وتأتي من سوريا أو خلالها فبعد اندلاع الثورة وتدهور الأوضاع الأمنية هناك تدهورت معها الحركة التجارية فلم يعد يدخل للأردن من سوريا إلا القليل من المواد الغذائية في نفس الوقت زادت حركة المهربين والبحارة مما أثر على التجار الأردنيين بشكل كبير فأصبح منهم يخسر أكثر مما يربح موضوع التهريب هذا مسؤولية دائرة الجمارك الأردنية اللي احنا نفتكر ونعتز فيها هناك يمكن بعض الحالات الفردية لكن كأنها عم تزيد مؤخرا لأسباب يمكن أنا لست على دراية بها لكن دائرة الجمارك دائما على قدم الوساق بتتابع الأمور هذه وبتحاول قدر الإمكان أنها ضمن الإمكانية المتوفرة لديها أن تخفف من الموضوع هذا تهريب يحدث بدون مراقبة ولا فحص جودة من المؤسسات الرسمية فأي غذاء يدخل بطريقة غير شرعية لا يعرف إن كان مخشوشا أو منتهي الصلاحية فمن يحمي المواطنين من غذاء غير مضمون البضايع اللي عمالها بتدخل إلى الأردن مع كل أسف من الحدود السورية أو من الحدود الأخرى أحيانا لا يتم فحصها من قبل السلطات الصحية ومراقبة الجودة ولا يتم دفع الرسوم الجمركية والطريبة المبيعات عليها وإنه للأسف أصبح التاجر الملتزم المنظم الذي يحافظ على القوانين والأنظمة وعلى خزينة الدولة أصبح الآن يعرض إلى خسارة فادحة كبيرة جدا بسبب الإنفلات الأمني زادت حركة التهريب وبدأ التجار الأردنيون يدخلون في الأزمة لا تنتهي إلا باستقرار الأوضاع الحدودية فعملية مكافحة التهريب تحتاج لتعاون من الجانبين لضبط الأوضاع وتطبيق القانون غيث زعيتر قناة رؤية أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول إنتاج مزارع الدجاج خلال الربع الثالث من العام الجاري وأشار التقرير إلى انخفاض إنتاج كمية لحوم الدجاج بنسبة 6.6% خلال نفس الفترة وبيّنت النتائج أن كمية بيض المائدة المنتج قد انخفضت بنسبة 19.5% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق وأظهرت النتائج انخفاض أسعار دجاج المزرعة اللاحم خلال الربع الثالث بنسبة 2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة